فإذا كمال المسيح وهذه قوة أحبائي تعرفوا هو كل شيء يعني في نفس القصة بتعبر عن سلطان لهوت المسيح منشوف علمه الغير محدود علم إيمان الأربعة إيمان المفلوج علم أفكار الفرسيين والكتبة وهكذا عندما كان في بيت سمعان عرف فكر سمعان حتى عم بفكر تجاه يسوع المسيح وهكذا أحبائي بتشوف عنده المعرفة لماذا تفكرون هكذا في قلوبكم بتشوف سلطان غير محدود بيغفر الخطايا بيشفي المفلوج بيؤمر أن يروح للبيت يقوم في الحال سلطان ظاهر أمام الجميع لك أقول قم بيتكلم بسلطانه الخاص بعدين بنشوف طريقة الحكمة حكمته الغير محدودة أنه شاف الحاجة الحقيقية يعني شو الغرض أنه طب ممكن يشفيه بقول له قم احمل سريرك لكن عنده مشكلة روحية رح يرجع للمرض بسبب خطيته فكان لازم يتعامل ويعالج الخطيئة الأصلية في حياة هذا الإنسان بتشوف أنه عم بيعلن عن ذاته بيعلن عن نفسه أنه ابن الإنسان وواحدة من مواصفات ابن الإنسان مش بس بيجي مرة تانية وأنه رب السبت في هذا المكان بيغفر الخطيئة وهي الكلمة على فكرة نبوة في سفر دانيال وفي الأنجيل مسكورة تمانين مرة وذكرها طبعا استفانوس الشهيد الأول لما يتكلم عن يسوع في السماء كيف أنه شاف ابن الإنسان فاستعملت أحبائي واستطاع المسيح فعلا أن يقيم هذا المريض له سلطان على الأرواح له سلطان على الطبيعة له سلطان على الأمراض له سلطان على الغفران الخطيئة وله سلطان فعلا يحقق مقاصد الإلهية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة